سوق القيصرية الأثري في كاركوك معلم تاريخي تم بناؤه عام 1855 في العهد العثماني ليكون استراحة للمسافرين وتم ترميمه في عام 1978 ويعد طراز بناء السوق فلكيا فأبواب القيصرية السبعة التي ترمز لعدد أيام الأسبوع والثلاثون غرفة ترمز لعدد أيام الشهر وممراته الاثنى عشر ترمز لعدد شهور السنة وعدد محاله التجارية 365 ترمز لعدد أيام السنة هذا السوق مبني على شكل تقريبا تقويم الشمسي أو فلكي حيث يوجد ب365 محال ترمز إلى عدد الأيام السنة وبيه سبع أبواب رئيسية نسبة إلى أيام الأسبوع طبعا شي جميل بأحدى الأبواب تدخل بشمس عندما تشرق والباب الآخر تدخل بشمس عندما تغرب مراحل زمنية عدة مر بها سوق القيصرية أهمها تحوله لاستراحة للمسافرين لقربه من قلعة كاركوك وتبع ذلك تخصيصه للجيش العثماني إلى أن استقر به الحال سوقا للسراجة والجرود ثم سوقا للملابس النسائية وسوقا للذهب يقصده السكان المحليون في كاركوك بيها منطقة صيفية وبيها منطقة شتوية وبيها منطقة خريف وربيع هذه المناطق اللي بيها داخل السوق يعني حتى الأفرع يعني وتعرفون بناها على شكل 365 يوم بالنسبة للعقارات الموجودة وعلى أيام الشهر وعلى أيام الأسبوع وهذه الموجودة بيها يمكن لكم يعني فلكية بالضبط وجئنا بيها وأجرنا محلات وقعدنا كل واحد يمارس مهنته بالصاغة وبالنسبة للكماليات والألبس ما بين حضارة الماضي وقساوة الحاضر حافظت جدران القيصرية على استقامتها متمسكة بحقها كمعلم تاريخي مهم في المدينة لقالات التغيير سعدون السلطان كاركوك